السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا ولادي عنين ايه? هنكمل الدرس بتاعنا الدرس التالت في النسبة. والنهاردة مسألة جديدة بتقول ايه بقى المسألة بتاعتنا هنبدأ نشوفها كده. شريط من ايه? الخيط طوله اربعين سنتي. وتم تقسيمه الى جزئين. النسبة بينهما اتنين الى تلاتة. اذا تم تشكيل مربع من الجزء الاصغر. خلاص? طيب من الخيط وتم تشكيل مسلس متساوي الاضلاع من الجزء الاكبر. دي معطيات المسألة بتاعتي طب ايه المطبوب ضلع كل من المربع والايه? والمسلس طيب اجي السلك اهو يا ولاد خلاص اجي السلك اهو او الخيط الخيط اهو ماشي طيب هنقسمه الجزئين جزء صغير جزء ايه كبير يالا نقسمه مع بعض اجيب جزء ايه? ها? اجي بجزء ايه? ها? اجي بجزء صغير اهو الصماء طيب يالله يا ولاد اهو بصوا احنا قصنا الخيط اهو عملناه دا كأنه الخيط انا باستخدم حاجات بسيطة اللي موجودة عندي يعني عشان افهمكم المسألة اهو فكأن دا الخيط وقصنا اهو ايه الجزء ايه? دا الجزء الكبير اهو من الخيط وده الجزء الصغير الجزء الصغير احنا قلنا هنعمل منه ايه? مربع يالله مربع كده اهو يالله مع بعض اهو يالله دا المربع اهو احنا عارفين ايه اهو دا شكل المربع احنا عارفين ان المربع بيكون ايه? اه بيكون ايه متساوي الاضلع خلص بيكون المربع ايه متساوي الاضلع طيب يعني احنا قلنا محيط اي مضلع في الدنيا ايه بيسوي مغموط اطول اضلع و احنا خدنا في ثلاثة ابتدايا غيرت سنة سنة عارفين ان المحيط ايه بتروح جامع الاضلع دي كده هوا مع بعض يبقى تجمع الاربع او هتقول القانون بتاع محيط المربع بيسوي طول الضلع في ايه في اربع طيب احنا نأجيب طول الضلع ازاه ايه بنقول المحيط على اربع ا احنا نأجيب طول الضلع واحد هنقول المحيط على ايه اربع يبقى خلص بيكون دا محيط المربع EVER المقانون مضيه 오늘 خلاص يحنا دا الجزء الصغير من الخيط عملنا منه ايه مربعه الجزء الكبير هنعمل منه ايه بنفسله هو ايه ايه بيانا المسئلة بتاعتي اقوم بالعطيات هنعمل منه ايه مسلس سيرلا نعمل منه مسلس مع بعض كده على قدينا بقى كده يعني ايه حاجات بصفتها كده بنستخدمها دقس المثلث اهي طبعا المثلث بيكون له كم زاوية ثلاث زاوية عشان هو اسمه المثلث ولو كان ضل ثلاث اضلاع خلاص اهو ده مسلث اهو ماشي اعملناه مع بعض برضو اهو ده المثلث يبقى الجزء الاولاني من الخيط عملنا منه مربع الجزء الثاني من الخيط عملنا منه ايه مسلث خلاص متساوي الايه الاضلاع طيب محيط المثلث بيساوي ايه مجموعة والاضلاع مجموعة والاضلاع خلاص طب انا لو عايز تولي الظلة هقولي المحيط على كام على 3 yellow لان احنا عندنا هنا ايه 3 ادلاع لان هنا قنا المحيط على اه ارباع عشان هنا ارباع اضلاع في المربع لان انا لو عايز اطولي الظلة هنا تولي المحيط على كام على 3 كام على 40 سنتي يبقى الخده كله طوله كيام 40 سنتيه حل؟ تم تقسيمه تم ايه تقسيمه قولك جزءانه النسبة بينهما 2 ل3 يعني فيه جزء صغير من الخير وجزء كبير 1 2 1 3 3 2 أصغر من 3 فيذا تم تشكيل مربع من الجزء الايه الصغير يبقى احنا عملنا مربع من الجزء الايه الصغير مربع من الجزء الايه الأصغر اللي هو مين اللي 2 خلاص؟ وتم تشكيل مثلث متساوي الأضلاف هنا الجزء الاكبر يبقى الايه المثلث من الايه الجزء الايه الاكبر خلاص كده يا أولاد طيب نخلي ايه المثلث متساوي الأضلاف بلون تاني ونحط الايه هنا مسلث متساوي الأضلاف هيه ديه تاخد الايه التلاتة ماشي طيب مسلث متساوي الأضلاف خد الجزء الأكبر يبقى انت عندك الخطة 40 سنتيه حل؟ اسمنا الجزء ايه؟ جزء صغير اهو جزء ايه؟ كبير الجزء الصغير كام سنتيه؟ كام بنسبة كام لكام؟ اتنين الى تلاتة طيب الاتنين دي الجزء الاصغر عملنا منه ايه؟ مربع طيب الجزء الاكبر عمله وتم تشكيل المثلث متساوي الأضلاف من الجزء الايه؟ الاكبر يبقى هنا ايه؟ المثلث متساوي الايه؟ الأضلاف خلاص يا ولاد كده؟ طيب نبدأ بقى ايه؟ نحل المسألة بتاعتنا ونكتب النسب بتاعتنا بالروحة كده يلا مربع الى مثلث متساوي الأضلاف خلاص يا ولاد ها الى ايه كمان؟ ها المجموع بتاعهم المجموع خلاص الاتنين مع بعض كام اربعين او زي ما احنا شايفين طب المربع نسبته كام قولنا هناك؟ هم اديها لك تم تخسيم لجزء ايه نسبة بينهما اتنين لايه؟ لتلاتة الاتنين بتاعت مين؟ الجزء ايه؟ الصغير بتاع المرابع هنحط تحته كام؟ اتنين المثلث تحته كام؟ ها? كلاتة مظبوط كده يبقى اتنين الى تلاتة طب مجموع الخن كام؟ المجموع بتاعهم كام? اتنين زي التلاتة كام? احنا احنا قولنا ها. اتنين زي التلاتة كام? خمسة. طب احنا جمعتناهم ليه؟ عشان اشان الخط كله على بعضه كام? اربعين. فيها نحط الاربعين دي تحت اين مين؟ المجموع طيب طب دي برا عن ايه هو خد خد الجزء ده وعمل منه ايه عمل منه ايه ها عمل منه مربع الجزء الصغير هو قال لك كده خده عمل منه ايه مربع كده خلاص عمل منه ايه مربع طب والجزء ده وانت كبير خده عمل منه ايه مسلس ايه متساوي الاضلاء مسلس متساوي الاضلاء طيب ماشي طيب وهو محيط المربع خلاص لما تجمع الاضلاع كلها يبقى دا محيط المربع خلاص يبقى انت كده هتجيب هنا ايه هتجيب محيط المربع خب لك معي ماشي يبقى انت كده حتجيب ايه هتجيب محيط المربع ربقان ب devamي انت هتقول لي ايه محيط المربع بيساوي هنضرب الرقمين اللي هنقصد بعض البعض اتنين فاربعين على خمس يلا اختصار على خمسة في واحد على خمسة فيها التمية فيها تمانية اتنين في تمانية بستاشر كام سنطي. طب انت عايز طول ضلع المربع هو طالب منك هه توجد ايه? طول ضلع كل من المربع والمثالث. طب انا جبت وحيط المربع. وحيط المربع اللي هو مجموع اطوال اضلع كلها. خدنا وعملنا ايه منه مربع وطلق كام ستاشر. طب لو انا عايز اجيب بقى طول الضلع طب انا حافز القنوبة طول الضلع. طول الضلع في المربع. يساوي المحيط على اربع. يلا المحيط على اربعة ستاشر محيط ستاشر. على اربعة احنا لسه نطلعينها. فيها الاربعة ايه سنتيونة كده طلعت طول ضلع المربع. طب انا عايز اطلع برضو ايه المسلس زي ما طلعت المسلس. برضو كده انا هجيب محيط المسلس. ليه? لان انا لما خدت الخطة وعملت منه مسلس متساوي الاضلع. خدت بالك معي. يبقى ده محيطه. لان ده مجموع اطوال اضلعه. خلاص? التلات اضلع. يبقى انا هنا هجيب ايه? هجيب محيط. المسلس. المتساوي. الاضلع. هه? هنعمل تحتها عشان هنا الجملة كبيرة. هيساوي كام? هه? هنقول ههو يلا مع بعض. هنضرب رقمين. الرقمين هنضرب الرقمين. هي القصاد بعض البعض. المسلس متساوي الاضلع تحتها كام? تلاتة. يبقى التلاتة في كام? التلاتة في اربعين. خلاص? التلاتة في ايه? في اربعين. يبقى. تلاتة في اربعين. على كام? هه? على الخمسة. نختصر على الخمسة في الوحدة. الخمسة في التمانية. تلاتة في تمانية باربعة وعشرين سنسي. طب انا جبت كده محيط اتنين المسلس. دلوقتي طول ضلع المسلس. اللي هو المطلوب بتاعي. اللي هو اوجد طول ضلع كل من المربع والمسلس. اوجدنا طول ضلع المربع ههو. خلاص? طيب. وعايزين نجيبذي قلطول ضلع. اللي ايه? المسلس. يقول. هنقول طول ضلع المسلس. المتسوي الاضلع. بيسوي ايه? المحيط ها? المحيط على كام? هه هتقول لي على اربعة? لا طبعا. لان المسلس ها? لو conventional اضلع. لكن انت هنا طول الضلع في المربع. قلتو المحيط على اربعة. لان المربع له اربع اضلع. لكن هنا هتقول طول ضلع المسلس بيسوي المحيط على كام? على تلاتة عشان المسلس له تلاتة اضلع. طب المحيط احنا طلعناك كيامب اربعة والشرين على التلاتة هتساوي كام تمانية سنتر هو ده المطلوب بتاعي التاني اللي هو طالبه مني في المسألة وكان وكده اهو انا اوجدت المطلوب الاولاني. والمسألة اول ما هتشوف هتقولي دي مسألة صعبة خالص? لا مش صعبة خالص. احنا بنمشي بالروحة واحدة واحدة. زي ما احنا شوفنا كده خطوة 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 لغاية لما نوصل للنتيجة بتاعتنا المزبوطة. ببساطة جدا. يلا يا ولاد هنكمل المسائل بتاعتنا على النسبة الدرس التالت ان شاء الله يلا. المسألة بتاعتنا بتقول ايه? رجل وزنه اربعة وتمينين كيلو جرام. ونزمة وزن ابنه الى وزنه واحد الى تلاتة. فان وزن ده طبعا المطيب بتاعت المسألة. طب المصتوب ايه? فان وزن ابن بنساوي نقط. يعني هو عايز مين? وزن الابن. طيب. هو اصحب بديك وزن الاب او وزن الرجل كام? اربعة وتمينين كيلو جرام. ده وزن الاب. خلاص? يبقى وزن الاب اربعة وتمين كيلو جرام طيب. طب النسبة اللي عندي كام? قالك اهو. يبقى رجل وزنه كام? اربعة وتمينين كيلو جرام. دي صريحة اهي? خبا. ونسبة وزن ابنه الى وزنه مين اللي جاء الاول ابنه الى كام الى وزنه كام لكم 1 ل3 خلاص كده طيب نفرد بقى المعطيات بتاعتنا عشان نحل المسألة يبقى مين اللي جاء الاول الى الاب الاب والاب 1 والاب 3 الى 3 واحد لايه? ها? 3. ماشي يا ولاد? بالعقل كده يعني مش معقولة الابن هو اللي هيكون التلاتة. خلاص الابن واحد والاب تلاتة والابن هو اللي جي الاول لياخد الواحد. والايه? الى وزنه اللي هو مين? ترجع طبعا الايه دي مين? للأب اللي هو الرجل اللي وزنه 84 اللي هو كام هياخد التلاتة. طيب الرجل وزنه كام 84 صريحة صريحة. خلاص? يبقى كام الاب بس حط تحتها كام 84. خلاص كده هي. طيب المطلوب عندي ايه? هو عايز ايه? عايز وزن الابن. ده المطلوب بتاعي. هو عايز وزن الابن. هو ده المطلوب بتاعي هون. علامة استفهام. الابن يسوي. خلاص? ها? يولا. 1.84 على الثلاتة. الاهل حسبة وطلح او يستوي تحت ليه يسوي ها? عشان الرياضة عايزة انظام عشان تطلع اجابتك مزبوط. طيب نختصر على التلاتة فيها الواحد. اربعة وطمانين على التلاتة. تمانية بنختصر طبعا ايه من ناحية دي تمانية على التلاتة مش هتنفع بترجع الورا كأنها سبعة مش هتنفع كأنها ستة. يبقى ستة على التلاتة فيها الاتنين فضل معاكم التمانية كام ايه? بتحطوا المورة للاربعة وعشرين. اربعة وعشرين على التلاتة فيها ايه? التمانية. يبقى واحد في تمانية وعشرين بتمانية وعشرين ايه كيلو درام خلاص كده يجي بقى للمسألة ايه اللي بعدها يلا مع بعض هنقرأها كده عددين الفرق بينهما مية وخمسين والنسبة بينهما اتنين الى تلاتة خلاص يبقى زي المعطيات المسأل طب ايه المصنوب فان العدد الاكبر بيسوي نقص نزيها عاملة زي الفزورة يقولك انا عندي عددين النسبة بينهم كام لكام اتنين لايه لتلاتة خلاص طيب والفرق بينهم كام يعني لو طرحتهم من بعض يطلع كام مية وخمسين طيب طب انا دلوقتي ها هعمل ايه كلمة الفرق دي احنا اتفقنا بقى في الفيزيو اللي فات معناها ان انا هطرح انا قلت في بعض الكلمات معناها ان انا هطرح زي ايه الكلمات دي ها تنقص بتساوي تزيد بتساوي كلمة ايه الفرق معناة تلك كلمات دول ان انا هطرح النسبتين من بعض الكبير نقص ايه الصغير خلاص وانا قلتها ايه في الفيديو اللي فات ايه الجملة دي خلاص ان انا هطرح لما اسمع كلمة من تلك كلمات دول في المسألة بتاعتي معناها ان انا هطرح النسبتين دول من بعض هطرح مين الكبير نقص الصغير طب يلا هكتب العددين ها النسبة بينهم كام اتنين لتلاتة. انا اقول كده من عندي العدد الاول الى العدد التاني. العدد الاول الى العدد الثاني. خلاص كده? الى ايه بقى? الفرق? نحن اقول لها بقى مدام تسمعنا كلمة الفرق يبقى ايه هنطرح نكتب الفرق. خلاص? طيب العدد الاول قال لك النسبة بينهم اتنين لتلاتة. اذي هو اتنين الى تلاتة. خلاص? بي العدد الاول للعدد التاني اتنين لتلاتة. خلاص? طيب طيب الفرق بينهم كم؟ قلنا هنطرح كبيرنا السوار 3.2 كام واحد. طيب هو ادك الفرق بينهما كان 150 اهي? اعددان الفرق بينهما 150. بنحط الواحد كام 150. طيب يلا عايزين نطلع العدد الايه? بالاول ونطلع العدد التاني عشان نشوف فيهم الكبير. يلا. هنقول العدد الاول هيساوي. طب يلا نطلعهم كده. هنضرب مين في مين العدد الاول الرقمين اللي في فش بعض هيتضربوا في بعض. يلا. هنقول اتنين في مية وخمسين على واحد. اتنين في مية وخمسين على طول بكمبة تلتمية عايز تضربها بالراحة على الالة براحتك. اتنين في صفر وصف. اتنين في خمسة وعشرة. اتنين فحب اتنين واحد تلاتة. يبقى ايه? العدد الاول طلع كام? تلتمية. مشي طلع تلتمية. طب العدد التاني. يلا نطلعه. يلا العدد الثاني. هيساوي. يلا نطلع برضو العدد الثاني زي ما طلعنا العدد الاوليني. بس العدد التاني تحته النسبة بتاعته كام تلاتة. يبقى تلاتة في كام في مية وخمسين. يبقى نقول تلاتة في مية وخمسين على واحد برضو. تلاتة في مية وخمسين بكيام بربعمية وخمسين على طول. خلاص. ولكن لو انت عايز تضربها رقم رقم برضو براحتك او عايز تطلع على الآلة زي ما انت عايز. تلاتة في صفر بصفر. ها? تلاتة في خمسة بخمستاشر. خمسة ومعنا الواحد. تلاتة في واحد اربعة يبقى ربعمية وخمسين. ها? من الكبير? ها? نشوف كده مع بعض. العدد ده الاول تلاتة تلتمية والعدد التاني تلاتة ربعمية وخمسين. يبقى من الكبير? العدد التاني طبعا هتقوله في الاخر ازا تلاتنا اخو بعض. على عدد الثاني اكبر من الاول. بجي سوي كان بقى? ربعمية وخمسين. ها هنقرأها كده برضو مع بعض. يلا بتقول ايه المسألة رقم جين? تصم مبلغ سبعمية جينية بين شخصين. من نسبة تلاتة الى اربعة. فان طب خلاص دي المعطيب. طب ايه المطلوب بقى بتاعي? فان نصيب الاول بسوي نوع. خلاص? اذا في مبلغ من فلوس انه هو سبعمية جينية. تقسم بين ايه? اتنين شخصيا. خلاص? بنسبة ادي واحد خد تلاتة ايه? الاربعة. بتقسمه من نسبة تلاتة الاربعة. خلاص? يعني الواحد خد اكتر من التاني. خلاص? طب نبقى نبدأ كده مع بعض مع نقول ايه? الاول الشخص الاول الى الشخص الايه? التاني. الشخص الاول الى ايه? الشخص التاني. طيب. الاول الى ايه? الثاني. الاول. الى الثاني. طيب. فيك بعض برضو بعض الكلمات لما اسمعها اعرف ان انا هاجمع زي كلمة ايه? قسمة. معنى كلمة قسمة دي ان انا ايه? هاجمع. خلاص كده? انا قلت في المسألة اللي قبلها بتاعت العددين رقم بيه? قلت لما اسمع برضو بعض الكلمات معناها انها هاطرح ايه الكلمات دي? تنقص وتزيد والفرق. تنقص وتزيد وايه? والفرق. الكلاتة دول معناهم ان انا هاطرح. خلاص? طيب. امت بقى هاجمع? امت هاجمع? لو سمعت ايه قسمة او مجموعة? كلمة قسمة او مجموعة دي معناها ان انا ايه هاجمع? اهي قسمة. بس سوي كلمة ايه مجموعة. معنى الكلام ان انا ايه? هاجمع. زائد يعني. خلاص? يبقى انا هاجمع النسبة. ايه هنا طرحت النسبة. قلت تلاتة نقص اثنين اهي الفرق. تلاتة نقص اثنين واحد. لكن هنا هعمل ايه بقى? هاجمع. تلاتة زائد ايه? اربعة. طيب. يبقى مين الاول? ها? الاول تحته كام? تلاتة. والتاني تحته كام? اربعة. انا قلت ايه? مدام اسمعت كلمة قسمة هعمل ايه? هاجمع. صح? يبقى هنقول كلمة ايه? المجموعة. يلا. تلاتة زائد كام? اربعة سوي سبعة. طيب. ها القسم المبلغ كام? سبعمائة جنيه. يبقى المبلغ كله سبعمائة بتاع المجموعة. وانا جمعت النسبة هحط تحتها كام? سبعمائة. اهي سبعمائة. اهي سبعمائة جنيه. يبقى هنقول هنا نصيب. الاول. هيساوي. الرقمين اللي في وش بعض يتضربوا في بعض. تلاتة في ايه? فيه سبعمائة على سبعة. اهو تلاتة في سبعمائة على سبعة. نختصر على السبعة فيها المية. يبقى تساوي كام? تلتمية جنيه. يبقى نصيب الاول كام? تلتمية جنيه. خلاص? هو طالب مني نصيب الاول. لو انا طلعت نصيب الاول بكام بتلتمية جنيه اهي. طيب. لو انا عايزة اتأكد من تكتي ان هي مزبوطة. اعمل ايه? اجيب نصيب تاني واجمحه. لو طلعوا سبعمائة يبقى ايه? كلام مزبوط. يبقى نقول نصيب الثاني. يلا نجيب كده نصيب اهو مش طالبوا مني في المسألة. بس انا هجيبه ليه عشان اتأكد ان انا ايه حالل صح. هنقول اربعة ايه? في سبعمية على سبعة. على سبعة 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 مية. فتطلع ربعمية جنيه. لو جمعت ربعمية زي التلتمية هيساوي سبعمية يبقى نحية لنصح. يبقى نصيب الاول بالفعل زي ما نطلعت التلتمية كده مزبوط. طيب برضو لو انا عايزة اتأكد في المسألة بتاعة الفرق اعمل ايه? هقول الربعمية وخمسين. مقص التلتمية. لو طلع الفرق ما بين الربعمية وخمسين والتلتمية. مية وخمسين زي ما هو مدهى اللي قال لي الفرق بينهم مية وخمسين يبقى نحل المزبوط. طي يلا نطرح الربعمية وخمسين نقص التلتمية تطلع كOTHER ما تطلع مية وخمسين. يبقى نحالي صح وحالي المزبوط. ومسألة كده مزبوطة, بنمشي بالنظام بالراحة. واحد اتنين ثلاثة من غير ما نستعجل. ترطيب الانظام وهو نتك توأكيد انها تطلع مزموطة.